إنها واحدة من أهم المعارك في تاريخ المغرب معركة حاسمة ضارت بين العثمانيين والسعديين قيل إنها في سبيل سعي العثماني نحو ضم المغرب إلى إمبراطوريتهم الشاسعة لإتمام السيطرة على الشمال الأكريقي أو بسبب خيانة السعديين للعثمانيين فكانت تلك المعركة التي انهزم فيها جيش السلطان سليمان القانوني وضمنت للمغرب استقلاله إنها معركة وادي اللبن تابعونا للنهاية عندما تأسست الدولة العثمانية على يد عثمان الأول بن أرتغرل وضع سلاطينها نصب أعينهم فتح القسطنطينية وتحقق لهم مرادهم في عهد السلطان محمد الثاني المعروف بالفاتح وذلك عام ثمانمائة وسبعة وخمسين للهجرة الف واربعمائة وثلاثة وخمسين للميلاد ليتخذوها عاصمة لدولتهم ومركزا لانطلاق حملاتهم إلى قلب أوروبا لينشروا الإسلام فيها لكن مع التهديد الصفوي الشيعي للدولة العثمانية وتحالفهم مع الصليبيين الذين كانوا يخططون لاحتلال المدينة المنورة ونبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمقايضة جثمانه الطاهر بالقدس إلى جانب التهديد الإسباني والبرتغالي للعالم الإسلامي بعد سقوط الأندلس عام ثمانمائة وسبعة وتسعي للهجرة الف واربعمائة واثنين وتسعين للميلاد تغير التوجه الذي انتهجه العثمانيون في فتوحاتهم فاتجه السلطان سليم الأول إلى المشرق الإسلامي ليهزم الصفويين ثم انطلقت جيوشه لتسقط دولة المماليك في الشام ومصر وتضم الحجاز إلى الإمبراطورية العثمانية وما هي إلا سنوات معدودة حتى سيطرت الدولة العثمانية على أغلب البلاد العربية والإسلامية وردت الخطر الإسباني والبرتغالي عن العالم الإسلامي لكن المغرب الأقصى بقي عصيا على الدولة العثمانية قبل أن نحدثكم عن الصراع المغربي العثماني للسيطرة على المغرب دعونا أولا نلقي نظرة على الأحداث في المغرب قبل هذا الصراع ففي أواخر عصر الدولة الوطاسية التي كانت تحكم المغرب اجتاح الإسبان والبرتغاليون المدن المغربية وهنا ظهر قائد جديد يدعى أبا عبدالله بن محمد السعدي وهو مؤسس الدولة السعدية لاحقا ذلك الرجل الذي بدأ مع ولديه أحمد الأعرج ومحمد الشيخ يحشدون الناس بحجة الجهاد ضد البرتغال والإسبان وترضهم من الأراضي المغربية لكنهم كانوا في حقيقة الأمر يسعون لإسقاط دولة الوطاسيين فسيطروا على مدينة التارودانت وحصنها ومعها انطلق الجهاد ضد الصليبيين واستطاع السعديون فتح عدة مدن مغربية كانت مستعمرة من قبل البرتغاليين أو الإسبان وسيطروا عليها وظهر السعديون بمظهر أبطال الجهاد وذاع صيتهم في طول البلاد وعرضها كان من الطبيعي والحال هكذا أن يندلع الصراع بين الوطاسيين والسعديين فاندلعت الحرب بينهما حتى تم الاتفاق على أن يكون للسعديين من تادلا إلى سوس ولباني وطاس من تادلا إلى المغرب الأقصى كان ذلك في عام تسعمائة وأربعين للهجرة لكن السعديين ما لبثوا أن نقضوا الاتفاق وكادوا أن يصلوا إلى فاس مقر الوطاسيين فاندلع الصراع مجددا بينهم وبين الوطاسيين وفي عام تسعمائة وواحد وخمسي للهجرة استولى السعديون على العاصمة فاس لتسقط بذلك دولة باني وطاس وتقوم مكانها الدولة السعودية فر السلطان الوطاسي المخلوع ابن حسون ليلتمس العون من الإسبان وأعلن ولاءه لإمبراطورهم بل واستعداده لتسليمهم باديس في مقابل مساعدته في السرداد عرش فاس وبالفعل ساعده الإسبان بالسفن والأموال لكنه فشل في استعادة عرشه فلجأ إلى البرتغاليين الذين سندوه بالجنود والأموال وعدة الحرب ولكن هذه المساعدات لم تحقق أغراضها إذ حاصرتها قوات الدولة العثمانية واستولت عليها مما جعل ابن حسون يلجأ إليهم طلبا للعون في مقابل الاعتراف بسلطة الخليفة العثمانية فمكنه العثمانيون من العودة إلى عاصمته فاس ثانية ثم ما لبث العثمانيون أن سيطروا على مقاليد الأمور بفاس لكن الناس استاؤوا من ذلك فاضطر ابن حسون إلى تعويض العثمانيين بمبالغ مالية كبيرة للرحيل عن العاصمة ففعلوا وواصل ابن حسون نشاطه ضد السعديين حتى سقط قتيلا لتستقر الأمور في النهاية للسعديين قبل ذلك الوقت كانت الأمور قد آلت في الدولة السعودية إلى أحمد الأعرج بعد وفاة والده أبي عبد الله وكان أخوه محمد الشيخ نائبا له لكن ما لبث أن تغلب محمد الشيخ على أخيه الأعرج وانتزع منه الملكة وقتله وقيل بأنه سجنها ليواصل الحرب ضد الوطاصيين حتى استطاع القضاء عليهم كما سبق أن ذكرنا الواقع أن الشيخ بدأ بتحدي الدولة العثمانية فتذكر بعض المصادر أن الدولة العثمانية كانت تسعى إلى التحالف مع الدولة السعودية لمواجهة الإسبان لكن السعديين خشوا من تعظم قوة العثمانيين في المنطقة فخانوا العثمانيين واحتلوا تلمسان عام تسعمائة وسبعة وخمس للهجرة ألف وخمسمائة وواحد وخمسين وطردوا العثمانيين منها لكن ما لبث أن نجح العثمانيون في السعادة المدينة وفي خطوة دبلوماسية اتخاذها العثمانيون لوضع حد للخلاف مع المغرب بعد استعادة تلمسان قرر السلطان العثماني عزل والي الجزائر حسن بن خير الدين باشا وأرسل سليمان القانوني إلى محمد الشيخ يهنئه بالملك ويدعو إلى الوحدة الإسلامية وإلى حسن الجوار لكن السعديين عادوا يعتدون على ممتلكات العثمانيين متحالفين مع القوى المسيحية فكان لابد من وضع حد لاعتداءاتهم بينما تذكر المصادر المغربية أنه لما علم السلطان سليمان القانوني بخبر سقوط حلفائه من بني والطاس وسيطرة السعديين على المغرب الأقصى أرسل رسالة إلى محمد الشيخ يطلب منه الدعاء له على منابر المغرب وسك النقود باسم السلطان العثماني لكن الشيخ لم يرسل إجابة مكتوبة للسلطان العثماني وإنما اكتفى برسالة شفاهية نقلها على لسانه رسول السلطان سليمان القانوني مفادها أن الدولة السعودية ستصل إلى مصر حيث ستلتقي هناك بجيوش القانونية وبحسب المصادر المغربية فقد أغضب ذلك الرد سليمان القانوني فقرر محاربة المغرب لكن أحد مستشاريه نصحه باتباع طرق أقل تكلفة ومغامرة وذلك عبر إرسال بعض الرجال لاغتيال محمد الشيخ كان للسلطانة العثمانية في ذلك الوقت رجل يدعى صالح الكاهية يعمل بداخل القصر السعدي فتمكن العثمانيون من إقناعه للتوسط لبعض الجنود العثمانيين لدى محمد الشيخ على أساس أنهم هاربون من العثمانيين ويرغبون في خدمة الشيخ والاستجارة بها وبالفعل تمكن هؤلاء الجنود من كسب ثقة سلطان السعديين وأصبح يتكل عليهم في العديد من الأمور استغل رجال السلطان الفرصة وتم قطع رأس السلطان محمد الشيخ ونقله إلى إسطنبول عام 964 للهجرة 1557 للميلاد بعدها قرر السلطان سليمان القانوني شن حملة على المغرب إلا أن السلطان السعدي الجديد عبدالله غالب كان يتوقع الهجوم العثماني على المغرب بعد مقتل والده فكان في الانتظار بالقرب من مدينة تيسا قرب وادي اللبن شمال مدينة فاس عاصمة الدولة السعودية ها هي ذي طبول الحرب تدق استعدادا لمعركة فاصلة بين الدولة العثمانية والدولة السعودية فكيف ستأول الأمور يا ترى؟ في عام 956 للهجرة 1558 للميلاد التقى أحد الأساطير البحرية العثمانية بقيادة حسن بن خير الدين باشا بنظيره السعدي بقيادة السلطان عبدالله غالب في معركة وادي اللبن حيث دارت معركة طاحنة انتهت بهزيمة الجيش العثماني هزيمة غير متوقع لتنتهي بتلك المعركة المحاولات العثمانية لضم المغرب لكن رغم الهزيمة التي تلقتها الدولة العثمانية في معركة وادي اللبن إلا أنهم لم يترددوا لحظة واحدة في الوقوف مع الدولة السعودية أمام الخطر البرتغالي الذي كاد يبتلع المغرب كان ذلك عندما تحلف السلطان السعدي المتوكل مع الأوروبيين لحمايته من العثمانيين فلجأ عماه عبد الملك السعدي وأحمد المنصور إلى الجزائر يطلبون من العثمانيين مساعدتهم على إزاحة هذا السلطان الذي يتحالف عالنا مع أعداء المسلمين وبالفعل تدخلت الدولة العثمانية عسكريا لتساعد عبد الملك السعدي في الحصول على عرش المغرب عام 1576 للميلاد فلجأ إلى السعدي المتوكل إلى الإمبراطورية البرتغالية مما أدى إلى اندلاع حرب بين الدولة العثمانية والدولة السعودية من جهة والبرتغاليين من جهة أخرى فيما عرف بمعركة واد المخازن عام 1578 للميلاد والتي انتصر فيها الجيش السعدي مع الجيش العثماني على الجيش البرتغالي لتأمن بعدها الدولة العثمانية على حدودها الغربية وتتأكد تبعية المغرب المعنوية لها نأمل بأن يكون المحتوى قد نال إعجابكم كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات